بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدا حالاتنا بتاعت يوم التلات بنعيش فيها احساس مختلف شوي احساس مزيج من احساس بالمسئولية مع الامل مع الاحساس بان احنا عايشين طول الوقت في مدد ربنا سبحانه وتعالى عندنا امل كبير جدا جدا ان ربنا سبحانه وتعالى عيوسع علينا وان بكرة عيكون احسن من النهاردة وان كل الخير اللي احنا بنزرعه عجني سمرته بكرة بس برضو ده ما يخفيش ان احنا برضو بنشعر بالقلق وعشان كده بنبص على كل مكونات البناء مش بس بنبص على اولادنا لكن بنبص كمان علينا كلنا اكتر حاجة لازم نبص علينا الباني الاباء والامهات هل هم في حالة امان في حالة اتزان ولا لا وعشان كده لازم من وقت للتاني نركز شويتين تلاتة على حاجات بتحصل بيقلقني سؤال كتير اوي سؤال دايما بيكون ما بين الاباء والامهات لما يجوا يسألوا نفسهم سؤال يتكرر كتير اول ما يتكرر كتير السؤال ده انا بقلق اللي هو سؤال ايه هل انا استحق ان انا اكون ام هل انا استاهل ان اكون اب واحد يقول لي تمو طبيعي ان واحد يسأل السؤال ده عشان يحسن من نفسه لا هو صحيح ان الناس تتعلم وتطور من نفسها مش الصحيح ان انا افضل طول الوقت باسأل السؤال ده ليه بنسأل السؤال ده واحد يقول لان انا دايما بقول هو انا عملت اللي علي تجاه عيالي هو انا كنت غلطان في طريقة تربيتهم وده ايأثر على حياتهم ومستقبلهم ولو اثر على حياتهم ومستقبلهم انا هكون السبب ولو كنت غلط في حقهم هل هي سامحوني يا انا رابي هتشوف الاسئلة متتالية اسئلة متتالية خلت ايه بقى خلتنا ندخل اما في مشاعر كلها مشاعر سلبية هذه المشاعر السلبية كلها بتستهلك طاقة الانسان وبتستهلك قدراته وبتستهلك كمان علاقته بربنا لما يبتدي يسرق اليه الشعور بالذنب والتقصير تجاه اولاده احنا النهاردة هنتكلم عن ده هنتكلم عن الشعور بالتقصير تجاه اولادنا ولازم اقول لكم مهما يكون الاباء والامهات محسنين في تربية اولادهم لكن في ناس كتيرة يفضل الشعور بالتقصير عمل لهم كده ازعاج وعمل لهم كده قلق وعمل لهم كده احساس بشيء بيكسر الارادة بالزبط بالزبط زي شعور الادمان والشعور ده ما بيفرقهمش بالعكس الشعور ده يبدل يده زايت وينهش فيهم وينخر في عظامهم وهم في حالة استسلام ليه الشعور ده هو شعور التقصير في تجاه اولادنا في حالات مشهورة بقى موجودة حوالينا انا انتقتلكم اربع خمس احوال زي دي بيزيد او الشعور ده اللي هو شعور بالذنب والاحساس بالتقصير اتجاه الاولاد لما ايه لما مثلا تكون الام بتشتغل او لو عندها طموح اكاديمي وبتكمل دراستها الماجستير والدكتوراه او بتكمل الاستاذية ويا سلام بقى لو طلعت الام مطلقة وشيل اغلب مسئوليات الاولاد او لو الاب اضطر يكون لأولاده الاب والام لانه الام توفيت او هو انفصل عن الام والاولاد معاه او لو الاب مسافر برا ومعاه اولاده او لو كانوا في مستوى اقتصادي مش متناسب مع طموحتهم اتجاه اولادهم كل ده بيخلي لهيب التقصير يشعر به الامر ده